بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا النهاردة سيكون عن البيريكسيا معاكم دكتور احمد شاوكت نبزة تاريخية بسيطة اول مرة تم استخدام لفز بي او الكلام تم 1961 عن طريق المترجم لله او هذا المترجم لله او رقم واحد يكون في فيفر اكثر من ثلاثة وثلاثة من عشر واكثر من مناسبة يتكلم على الاقل ثلاث مره وهي اضط ثلاثة مره المترجم لل حن نقل بشكل غير غير نظام أن يكون الديزيزك استمر أكثر من ثلاثة وده عشان يعمل إكسكلوشن للأكوت انفكشن that either settles or disappears within three weeks آخر كريتيريا no diagnosis after one week of impatient investigation عشان أكون قدرت أحصل على النتائج بتاعت basic investigation recently الموضوع ده أتغير شوية لأوا أن الموضوع أن أنا مش محتاج حاليا بسبب ظهور التكنيك الجديدة اللي بتديني نتائج سريع وبقدر أوصلها بسرعة فالمفروض التشخيص بيأخذ وقت أقل من كده عشان كده some authors have proposed a criteria of three outpatient visits or a three-day impatient stay in spite of one week impatient evaluation طيب ماهي الحاجات اللي أنا لازم تكون excluded أو يكون عملتها أو استخدمتها قبل ما أقول الفيفر دي it is a PO يعني مش كل فيفر هقول عليها PO لازم أكون عملت الحاجات اللي أنا هقول عليها دلوقتي تمام والحاجات دي ما وصلتنيش لتشخيص لسبب الفيفر عشان أقدر أقول على الفيفر دي أو أقول على البيريكس يدي إنها PO أول حاجة الهيستري physical examination نكون عملت complete blood count including differential and platelet count blood culture بسحب ثلاثة sets from three different sites over a period of several hours without administering antibiotic routine blood chemistry including liver enzymes and pleurobin hepatitis serology if liver tests are abnormal urine analysis including microscopic examination and urine culture and chest x-ray هؤلاء دي كلها المفروض تمام أكون عملتها وما قدرتش أوصل لسبب للفيفر تمام عشان أقدر أقول على الفيفر دي apyrexia of unknown origin classification of PO classical type اللي احنا عرفنا من شوية nosocomial PO or hospital acquired neutropenic PO or immune deficient PO HIV associated or HIV related الجدول ده بيلخص لنا types of PO classical PO اللي احنا تكلمنا عليها ثانية حاجة اللي هي نوزو كوميا برضو انا بتكلم على ارتفاع في درجة الحرارة اكتر من ثمانية ثلاثين وثلاثة عشر دس فعيان on admission ما كانش فيه fever الفيفر ظهرت بعد اربعة وعشرين ساعة من admission وبرضو ما قدرتش أوصل لتشخيص خلال ثلاثة أيام من inpatient admission امثلة اللي ممكن تعمل كده حاجة اسم colostridium difficile enterocolitis after antibiotic administration ثانية حاجة drug induced pulmonary embolism خاصة مع prolonged recombancy septic thromboflopitis اللي بيحصل after intravenous cannulation النوع الثالثة اللي هو immune efficient تمام اللي بيحصل برضو اعيان عنده neutrophilic count اقل من 500 per cubic مليمتر وبرضو ما قدرتش أوصل لتشخيص خلال ثلاثة أيام من admission امثلة للأسباب opportunistic infection aspergillosis ودي واحدة من systematic fungal infection candidaicis and herpes viruses الرقم 4 HIV associated برضو بتكلم على التفاعة في درجة حرر من 38 وثلاثة 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 من عشره هنا بتكلم على duration أكتر من الأسباب الثانية أو types ثانية بتكلم على أربع أسابيع برضو بتكلم أن ده بالنسبة أو بتكلم من العين تحجز ثلاثة أيام وبردو بدا تشوصل تشخيص مثل الأسباب الممكن تؤدي إلى fever أو pyrexia of a non-origin in HIV patient cytomegalovirus mycobacterium avium intercellular complex واحدة من the typical mycobacterium mycobacterium tuberculosis حاجة اسمها neumocystis carinioi وهذه واحدة من the fungal infection اللي بتستقيب للantibiotics مش للantifungal اللي هي sulfa drugs drug and used fever drug and used fever أو بعض tumor زي الكابوسي الساركومة وهذه purplish tumor بتظهر في the skin mucous membrane بتوى العينين بتوى الHIV أو lymphoma different types PO في الناس الكبار تعتبر تحت classical heading بس في بعض الآثور بتاع ان underlying causes and presentation في الناس differs from younger عشان كده في الناس بتعتبر ان الPO في الناس في الستينات او في الناس should be considered a fifth category because of PO may be infectious inflammatory new plastic miscellaneous or after full investigation even developed country ممكن موصلش لديانوز والكلام ده ممكن يوصل لخمسين في المية من حالة الPO هذا جدول بيدينا بعض أسباب PO ممكن تكون infectious مثل occult abscesses يعني occult abscesses يعني مثلا مثل subferenic hepatic subhepatic pre-nifric porarenal pelvic complicated urinary tract culler endocarditis osteomyelitis tuberculosis tuberculosis او عندما تتكلم عن tuberculosis يتكلم عن extra pulmonary tuberculosis ويتكلم عن milliar tuberculosis بعض rickettsal مثل q fever enteric infection typhoid يعني هناك اقتصاد من اثباب PO وبسبب تشخيصها و تشخيصها فيها يكون ساهم. هناك أشخاص يتخرجها من الـ بروسولوزيس طبعا من ضمن أسباب بي او ممكن تكون فيريل انفكشن مثل ما يشتمر فيروس مستيطوميجالوفيروس HIV برازيتك انفكشن مثل المالاريا توكسو بلازموزيس فاشيولايسيس فانجل انفكشن مثل هستو بلازموزيس هذا الانفكشوات الانفلامات والانفكشوات معظمهم تبقى حاجات اوتو اميون مثل جران سيل ارثريتس أدلت سيلزيز سيستيم كلوبس أرثريماتوزيس فولي أرثريتس نيدوزا جرانيلوماتوزيس بولانجايتس و الفاميلاميترينيان فيفر موظر الحاجات اتقدوها في الاروماتولوجي مع البطنة بس انا يهمني الجران سيل ارثريتس ودينا نتكلم عليه في اخر المخاضرة والفاميلاميترينيان فيفر الفاميلاميترينيان فيفر دي برام باوتس أو فيفر أرثرالجيا ابدومنا البين انشست بين تمام؟ يعني العيان بين الاتاكس وبعد كده العيان بيبدأ يحس بالاتاكس دي من وقت للتاني كل اسبوع أو كل اسبوعين تمام؟ والمانجمينت ميلي بيبقى حاجات انتي انفلماتوري زي الكولشيسي الكاتيوري الثالثة الوانيو بلاستيك أشهره من الحاجات الهيمتولوجيكة بزرنا نهو ديك الليمفوما اللوكيميا نجيب بعد كده الورين السير كارسينوما او الهيباتوسير او الهيباتوسير او الهيباتوسير او ان يبقى فيه متس في الليفر من حاجات فيها ادنو كارسينوما مثلينيس كوزة ذات دراجز ايه اشهر دراجز ممكن تعمل فيفر استالفونوميات الكنسيلينز الانتساكوتيكس والبارباتوريات السيروديس ممكن يعمله جريت فيفر بالمونير ايمبوليزم انفلماتوري باول ديزيز ساركويدوزيس ايبرثيروديزم فاكتيش فيفر يعني ان في ناس ممكن تدعي ان عندها اكتفاع في درجة الحرارة ممكن لأسباب نفسية او نوع من التهرب من العمل تمام العيانين دولة ماسب لهم اشي قياس الحرارة اذا كده قياس الحرارة لازم اكتص به اما الفيزيشن اما النيرس ليس البيشن طبعا نضع دياجنوستيك كيف اقدر اوصل لتشخيص في عيان رقم واحد لازم اعمل الحاجات اللي بركز عليها اول حاجة تشخيص 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 بعض الانفكشن مثل الانفكشن والبروسولوز لما لاقي العيان عنده ترينشينج نايت سويتس افكر اكتر في المنطوليج يكون المالجنانسي والانفكشن وفكر في الانفكشن لما لاقي العيان عنده يونيلاترال ريترو أوربتال هيدك او جو كلوديكيشن يعني العيان مع المستيكيشن بيبدأ يحس بقلم في منطقة الجو في عيان الالدوري فوق سنة الستين سنة او الخمسين سنة افكر في الجوينت سيد ارتريتس او الانفكشن مهم جدا يعني في بعض الانفكشن معرضة لامراض معينة مثلا مثل الجمالة في الولعبتوارة والجمالة مشغلين في المسالخ ممكن يكونوا معرضين للفترينير الزونوزيز مثل البروسولوزيز لازم يبقى ابو من العين اثارها ترافل هستوري هل هو سافر قبل كده ولا لازم اعرف التوقيتات اللي سافر فيها والبلد اللي زارها والاكتبات اللي عملها هناك وفي نفس الوقت اللي هو مسافر لحتى انديميك فيها مالاريا او فيها لازم اسأله عن البروفلاكتك دروجز اللي خدها وترافل فيكسينيشن تمام ده مهم جدا لانه ممكن يكون كل الدليمة دي سببها ان انا او غيرت في دوز لدروج هي سبب موضوع والموضوع والموضوع هي بسهل جدا لو انا حطته لانما لو الموضوع مش في دماغي ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا وفي الاخر لا اوصلش لسبب والموضوع ممكن يكون كم استعمل حيث البروفلاكتك لنستعمل مثل وبروفلاكتك أو او بروثيتك لذلك من الموضوع المستعمل الهيسورو أحيانا ببقى امام بعض البلاد اللي فيها مالتبول اثنائيز بهسبب او المهم جدا ان اسأل على الرعض الخطوة أو الموضوع بالنسبة للعياني ثاني ستب في الدياجنوستيك أبروش أنا بتكامل على أول اهتمامي بيكون بالABC اللي هو لازم اتطمن العين وبعد ذلك بدور على التوكسي كلوك بدور على وبعد ذلك وكيف يكون هناك تقريبا للشاكسي للجي اي أخرى لتحقق الأشياء التي لا تفعلها لنساها في عياني أنا أدور فيها على سبب للبئو تقريبا 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 أفحص كل حتى أدور فيها على أثر لأي حاجات اللي انا بتكلم عليها Abnormality of her and the nail Review of dentation Temporal Arteries Preced examination in females Pelvic or rectal examination including prostate in males Any implant should be examined تمام؟ لازم ادور شوف العيان ده عمل اي implant ولا في اي حاجة أو لا ذا مثل Prothetic joints pacemaker pacemaker طيب رقم ثلاثة القطوة الرقم ثلاثة اللي هي بأخذ اللينفوسايتس وبعرضها لبروتين تقريبا فلو العيان ده تقريبا اللينفوسايتس وتبدأ تطلع لكمية كبيرة من الجاما انتروفيرو اله اي في انتباضي اله اي في انتباضي للناس اللي هما اتهاي ريسك برضو الناس اللي ما سحبوش بلات كالشر سحب لهم بلات كالشر روماتويت فاكتور كرياتين فوسفو كينيز التوريفير انتباضي تعليب اشتمبر فيروس انتينيوكلاير انتباضي سيروم بروتين الكترو فوريسيز سيتي اب دومين اند سيتيشيست الفرس طيب ستعملوا الكل العينيين طيب على اعتبار ان انا بكمل يعني انا دلوقتي عندي في الاول ثرة 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 ده جدول لبعض الانفستيجيشنز اللي ممكن تتكتب تستاكامد لائم كإنفكشن، كإنفلاميشن، كنيوبلازم، كميسلين مش بطلب بأكد مش بطلب كل ده انا جزت ان انا بالهيستوري، بالإجزاميشن، بالفرس الانفستيجيشن بابدأ اشك او على الاقل بتحط في كاتيجوري معينة تمام؟ وابدأ اطلب الانفستيجيشن أكوردنج لماي ساسبيشن عاملين الاجوريزم كده بسيط في الاول انت شاكك ان العيان ده خلاص عيان فيفر ما قدرتش توصل لاي سبب للفيفر بالكراكير اللي احنا قلنا عليها في الاول تمام؟ هتعمل بعد كده الخطوات اللي احنا قلنا عليها والله وصلت ال هتطلب ال ما قدرتش هتطلب كل اللي احنا تكلمنا عليها طلع ال بتكمل مع العيان طلع لا مفيش برضو حتى الانفستيجيشن بتعمل وبعد كده بتحط العيان طلع الانفستيجيشن ممكن اطلب لها لو انا شكل عادي ممكن يكون انفكشن بطلب بطلع الانفستيجيشن بطلب التست بتاعة هذه المنفستيجيشن في الانفستيجيات في الانفستيجيات بالنفستيجيشن افكر ان انا نعمل من مموغرافي قبل كده. ممكن اعمل ابراند لور. اعمل بوم مرو سكان او بولي سكان. ده اعمل جاليوم سكان. ما قدرتش اوصل لتشخيص برضو. ممكن اعمل امار اي برين. فيوبسي من سواء في السكين او الليمفنود. او ان انا اعمل او ان اوصل ان اعمل لو انا شاكك انه ممكن يكون في حاجة انترو ابدومنال. نعمل دياجنوستيك لابروسكومي. حاجات الاوتوميون طيب الورماطويد فاكائسين انت. اذا اي تعرفنا لان اي اين اي ا ا انا. ولو انا اشاكك wire بالنسبة للمانجمند الحالات من البيوع المانجمند. من المانجمند حالي منذ سبب للمانجمند حض essم hi girlfriendي اوه موضع seconds. جيد. فكرة الترابيوتيك ترائل بالانتو مايكروبيل أو الاستيرويد لا تتجهد تمام؟ لديه ماسك السيمتوم وهتعمل ديلي في الدياغنوز تمام؟ وخصوصاً مرتالة البيوت ليس كثيرة بتكلم على أقل من 10% فما فيش داعي انا خش ميديكيش ممكن تغير لي الناتشوري بتاع ديزيز او تعمل ديلي في الدياغنوز تمام؟ في عيان بيو لا انا بستمر حد موصل التشخيص الا في حالات معينة اللي هي ان الحالات دي بتبقى في الثريتنينج لو انا مجرد ان انا فيها لا ببدأ لحد ايضا اما او او مثل انفكتف اندوكارديتس جوانت سيل ارترايتس ميليار او سينيس تيبر كلوز ده جدول بالحاجات اللي هي الارجنت انفكتف اندوكارديتس لانا لو شكيت فيها لازم نبدأ او او لحد اما او انفكتف اندوكارديتس بشك فيها فعيار عنده او او انا سامع العياني اعرفه قبل كده بعد كده بدأت اسمع عليه ميرمر مختلف بدور على بريفرال سيم بتاعة انفكتف اندوكارديتس زي معمل بلات كالشر بعمل الايكو لازم اعمل السيرولجي لانه غالبا البلات كالشر ستطلع نيجاتيف انا لازم افكر في السيرولوجي الحاجات اللي هي مطلعش بلات كالشر زي البروسولوزز البروتونيلا والكيو فيفر الديسيمينات التيوبر كلوزز حد عايش في انديميك اريا او سافر الانديميك اريا في كاف في ويتلوس في سويتس الشيستيك سري اوكي موضوع بقى الميكو بكتيريا من البلات كالشر وموضوع سبيوتان فور السيرولوجي وده ايجنوستيك يدي بتاع الحاجات دي ضعيفة جدا تم استبدالها بحاجات اسمها موضوعين اكسبرت وبي سي ار والحاجات دي هتشرح لكو اكتر في الشيست بارتمنت ان شاء الله برضو عيان عايش او سافر الانديميك اريا بفكر عامل العيان ده سريبر امر اي او سي تي لامبر بانكشور وهو ايجنوستيك 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 بالنسبة بقى الجوينت سي ارترايكيس دي الموستيكومن فورم اوف فاسكولايتس في الادل تحصل غالبا فوق سنة الخمسين سنة في الفيميل اكتر من الميل السمتومات بتابعة عبارة عن ريتعوربط الهدك جوكلودكيشن فاشيالبين فيفر بيحصل بعد كده مشاكل في الفيجن ابتوني حصل فيجي واللوس بيحصل في حاجة اسمها مني؟ ان انا بعمل تمبرال ارثري بيوبسي واعمل فيجي والاكيوتي اليازم العيان ده قطورته في ايه تمبرال ارثري ارترايتس ان العيان ده ممكن بعد كده ياخش في فيجي واللوس تمام؟ يعني ممكن يفقد نظره للابد عشان كده وانسان انا شكيت فيها وخطة البيوبسي باستنناش النتيجة بابدع على طول كورسي ستيرويت ثيرابي لحد بتظهر نتيجة ايما بتنفي ايما بتأكد الدايجنوز اتمنى تكونوا استفدتوا وزي ما اقول لكم انا دكتور احمد شوكت بمعاكم في اي استفسار ممكن من خلال السكرتاريا او ممكن يكون انا بابدع سعي برقمي هناك ممكن يبتواصل بشكل مباشر ما بيني وما بينكم بالتوفيق يا جماعة ان شاء الله